هذه أبرز العناوين مفاجأة الملك محمد السادس يكلف حرصه الخاص بمرافقة هذا الوفد خلال زيارته مدينة مغرب ألمانيا تصب الزيت في النار وتعلن عن توفير آلاف الجنود لدعم شركائها داخل أوروبا في أزمة الحدود أول رد لكوكاكولا على واقعة إزاحة رونالدو عبواتها الزجاجية مفاجأة الملك محمد السادس يكلف حرصه الخاص بمرافقة هذا الوفد خلال زيارتهم للمغرب كشف موقع عربي بوست على معلومات حصري حول كواليس وبرنامج زيارة وفد من المكسب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى المغرب في الأيام المقبلة بدعوة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحسب المعلومات المتوفرة فإن الوفد الفلسطيني سيقوده إسماعيل هنية مرفوقا بخمتة من أعضاء المكتب السياسي هم نائب رئيس الحركة صالح العروي وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ومحمد نزال وحسان بدران وعزة الرشق وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى المغرب كما أنها تحمل دلالات سياسية في إطار السياق الحالي خصوصا أن المغرب بدأ يسير بخطوات متأنية في قضية التطبيع الإسرائيلي وكشفت مصادر عربي بوست أن أول لقاءات حركة حماس سينطلق باجتماع مع قيادات حزب العدالة والتنمية إذ من المتوقع أن ينظم حفل غداء على شرف الوفد الفلسطيني وأفادت المصادر ذاتها بأن الزيارة الرسمية لوفد حماس تنطلق الأربعاء السادس عشر يونيو 2021 وتنتهي في الأحد عشرون من نفس الشهر وصيحت فيه بلقاءات مع مسؤولين مغاربة كما ستكون له لقاءات مع أحزاب وهيئات وطنية وعلى عادة المغرب في علاقتها بكبار الضيوف سجلت المصادر أن الملك محمد السادس كلف بعض من أفراد حرصه الخاص بالإشراف على أمن قيادة الحركة وفي إقامتها وتنقلاتها وتعد هذه الزيارة الثالثة لقيادة حركة حماس إلى المغرب اتزار رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل المغرب مرتين في 2012 و2017 كما أن الريباط تحولت إلى محطة شبه دائمة لقيادات الحركة إذ يزورون المغرب بشكل شبه دائم ألمانيا تصب الزيت في النار وتعلن عن توفير آلاف الجنود لدعم شركائها داخل أوروبا في أزمات الحدود أعلنت ألمانيا اليوم عن توفيرها لآلاف الجنود وعشرات دوبات الشرطة وذلك من أجل ما أسمته دعم شركائها داخل دول الاتحاد الأوروبي في أزمات الحدود في هذا الصدد نشرت سفارة الألمانيا بالجزائر بلاغا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباحا اليوم الأربعاء ورد فيه أن ألمانيا تدعم شركائها الدوليين لتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات وذكرت التمشيل الدبلوماسي الألماني في الجزائر أن ما يقرب من 3000 جندي ألماني وأكثر من 130 ضابط شرطة ألمانيا يساعدون على سبيل المثال في تدريب عناصر شرطة وقوات أمن أو تطوير بنية تحتية أو مكافحة الإرهاب وورد في دات البلاغ أن ألمانيا تدعم أيضا بعثات مختلف إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الأوروبية لحرص الحدود والسواحل وتأتي هذه الخطوة من الجانب الألماني في دل أزمة الهجرة متصاعدة حدتها بين المغرب وإسبانيا والتي قررت إسبانيا بخصوصها دعم البلد الأوروبي كما دعمته سابقا عندما عارض كلا البلدين الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أصحرائه ذات الخطوة التي أعلن أنها الجانب الألماني هذا اليوم تصب في نفس منحة مخرجة توسيط برلمان الاتحاد الأوروبي والذي تهم المغرب باستعمال القاسرين في اقتحام مدينة سبتا منتصف شهر الماضي كما شجب هذا التصرف مؤكدا على أن حدود الاتحاد تنتهي جنوبا عند سبتوم ليليا أول رد لكوكاكولا على واقعة إزاحة رونالدو عبواتها الزجاجية بعد انتشار فيديو إزالة اللعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اثنين من المشروبات الغزية في مؤتمر صحفي لمنافسة يورو 2020 كالنار في الهاشيم على مواقع التواصل وضجت به وسائل إعلام عالمية أتى رد شركة المشروبات العملاقة فقد أكدت كوكاكولا التي ترعى تلك البطولة المهمة في عالم كرة القدم أن لكل شخص الحق في اختيار المشروبات التي يفضلها ودوقه وميوله الخاص وأوضح متحدث باسم الشركة العملاقة أن الماء يقدم لللاعبين في المؤتمرات الصحافية جنبا إلى جنب مع مشروبات كوكاكولا التقليدي أو زيرو الخالية من السكر وفق ما نقلت اليوم صحيفة ديليميل البريطانية وكانت أسهم الشركة الشهيرة في عالم مشروبات الغازية تراجعت أمس التلتاء بسبب تصرف النجم الكروي مهاجم المنتخم البرتغالي وكان الهدف التاريخي لبطولة أوروبا قد تواجد في المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده يوم الاثنين قبل ملاقات المجر ضمن الجولة الأولى لمنافسة يورو 2020 وأبعد زجاجتين لكوكاكولا من أمامه وأخذ زجاجة ماء وقال أمام الكاميرات إنه يشرب الماء فقط جراء قرار المغرب 500 مليون يورو حجم خسائد سيتكبده واقتصاد إسبانيا أطلق المغرب التلتاء عملية استقبال مهاجره لقضاء العطلة الصيفية بإسعار مخفضة انطلاقا من عدة موانئ أوروبية مع استثناء الموانئ الإسبانية التي تكون عادة المعبر الرئيسي لهذه العملية وذلك في سياق أزمة ديبلوماسية بين بلدين وأعلنت وزارة التجهيز والنقل في بيان التلتاء إضافة خطوط جديدة إلى الخطوط التقليدية الرابطة مع الموانئ سيت ومارسيليا بفرنسا والبندقية بإيطاليا مع تقليص الأشمنة المرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسيارة إلى ما بين 995 يورو و450 يورو وأضافت أنها تجري مباحثات مع السلطات البرتغالية لفتح خط جديد بين ميناء بورتيماو وطنجا مشيرة إلى أن عملية العبور مرحبا 2021 ستشمل نحو 650 ألف مسافر و180 ألف عربة بعد سنوات من القطعة السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر دعا الرئيس المصري عبد الفتح السيسي أمير دولة قطر الشيخ تاميم بن أحمد الثاني إلى زيارة مصر في أقرب فرصة بعد سنوات من القطعة بين البلدين حسب ما كشف بيان لوزارة الخارجية المصرية واستقبل أمير قطر وزير الخارجي المصري سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة لدولة قطر حيث نقل تاميم دعوة السيسي له بزيارة مصر في أقرب فرصة وقالت الخارجية المصرية إن شكري استهل لقاءه بأمير قطر بنقل تحييات السيسي له كما سلمه رسالة من الرئيس المصري تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقة بين البلدين خلال مرحلة مقبلة كما تضمنت الرسالة أيضا التطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات تعاون تنائي اتساقا مع ما يشهده مصار العلاقات المصرية القطرية من تقدم منموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نسى عليه بيان الغلا من جهتي أعرب أمير دولة قطر إشادته بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية ومع شهدته الأوين الأخيرة من تبادل الزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين وتناول اللقاء حسب المصدر ذاته مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبول تعزيز التشاور والتنصيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجل الجامعات الدول العربية يشار إلى أن مدينة العالة السعودية شهدت في الخامس يناير الماضي انعقاد قيمة خليجية انتهت بتوقيع اتفاق مصالعة أنهى حصارا فرضاته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ يونيو 2017 اشتركوا في القناة